بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فلم يزل سالم الطويل يخرج لنا من عجائب جهله وغرائب ضلاله ما يحار له لب اللبيب ومن طاماته العجيبة الغريبة ما ادعاه مؤخرا من أن سماحة العلامة الشيخة أحمد بن حمد الخليلي المفت العام لسلطنة عمان يتعامل بالشعوذة ويبيح التمائم المحرمة وهذا من الإفك الواضح الفاضح وهي حيلة المفلس البائس فلقد حاول هذا الأبله المعتوه أن يجد مغمزا في علم سماحته وسلوكه وأخلاقه وعقيدته فلم يجد فيه إلا إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكائه ياسي وفي تعب من يحصل الشمس ضوءها ويعجز أن يأتي لها بضريبه فلم يجد إلا الافتراء على سماحته فتارة يشنع على بعض فتاويه وتارة يختلق الإفك للطعن في عقيدته وسلوكه ومن ذلك هذه الفرية التي أملاها عليه شيطانه ولو أن هذا الطويل أتعب نفسه الكسولة قليلا واستعان بمن أمدوه بفتوى سماحته التي وسمها جهلا منه بالشاذة ليراجع له نفس الكتاب لرأوا رأي سماحته وقوله في السحر والكهانة والشعوذة والتنجيم ولأدرك عندها جيدا أنه افترى على الشيخ إفكا عظيما ولو أنه راجع محرك البحث جوجل وبحث عن كلامه حفظه الله في السحر وعمله لأدرك أنه افترى عليه بهتانا وإثم مبينا وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا ومن غرائب الطويل التي لا تنقضي أنه بدلا من أن يقيم البينة على دعواه التالفة الزائفة تلك راح يطالبنا بتبرئة سماحة الشيخ بعرض التامائم التي يكتبها بتبرئة ساعة سماحته بعرض التمائم التي يكتبها عليه ليقوم الطويل بفحصها في مخابره الرقيعة الوضيعة ثم يبدي بعد ذلك رأيه فيها وكأن رأي الطويل يشغل لنا بالا وما ذلك إلا لأن هذا المعتوه قد نسي حجمه وقيمته فهو عندنا ليس إلا عبد أضله الله وأرداه وألبسه لباس الخزي وأعماه وما حكمه على علم سماحة الشيخ عندنا إلا كحجمه في موازيننا فاعرف مقامك دون ما حاولته إن التي حاولتها لك متلفة وقد جهل هذا الأبله المخبول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من ادعى فالمطالب بالبينة هو أنت حتى تثبت صدق دعواك فإن لم تثبتها فأنت مفتر كذاب وعندما أراد الطويل أن يقدم لنا دليله على أن سماحته لا يكتب قرآنا وإنما يكتب تمائم وطلاسم سحرية زاد الطين بلة والطنبور نغمة فأوقع نفسه في بلية أخرى ألا وهي الطعن في العلامة الشهيد الرضا المحقق سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه ذلك الإمام الهمام المقدام الذي أفنى أنفاسه في طاعة الله وأرهق نفسه في قرباته وجاهد في الله حق جهاده حتى فاز بالشهادة في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله فطعن فيه وذلك لأن هذا الأحيمق قد وقعت بين يديه قصاصات من كتاب النواميس الرحمنية لهذا العلامة الجبل إضوان الله عليه فوقع في نفسه الخبيثة أن هذا الذي عجز فهمه العليل وذهنه الكليل عن إدراكه ما هو إلا سحر وشعوذة فألقى بهذه التهمة على السيد الخليلي دون أدنى ورع أو تقوى متجاهلا أن الله تعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فقذف المحقق الخليلي بالسحر فتحصل عندنا أن الأبله الطويل قد اتهم سماحة الشيخ بالسحر بلا دليل ولا واضح سبيل سوى أنه لم يطلع على ما كتبه سماحته وأن دليله على إمكانية صدق دعواه أنه اطلع على طلسمات شركية حسب دعواه للمحقق الخليلي ولو أن هذه الدعوة عرضت على أسذج قضاة الدنيا لأمر بالحجر على مدعيها بسبب سفهه وطيشه وسخفه وللرد على هذه الافتراءات الهوجاء أقول يكفي أن تصيخ سمعك لجواب سماحته أبقاه الله عن السحر وحكمه عندنا وتحذيره الشديد منه ومن أهله إذ يقول أبقاه الله قضية السحر والسحرة قضية خطيرة جدا فإن السحر يرتبط بالكفر والعياذ بالله و هذا الذي جعل علماء المسلمين يتشددون بالنسبة إلى من يتعاطى السحر حتى قالوا بأن حقه أن يقتل من يتعاطى السحر لأنه لا بد من أن يرتبط بالكفر والعياذ بالله هم يرتبطون بالشياطين والمرده والعياذ بالله تعالى ولربما كان أحدهم أيضا يتقرب إلى أولئك بترك فرائض الله سبحانه وتعالى وارتكاب المحضورات فيما بينه وبين ربه سبحانه و هذا أمر خطير و اللجوء إلى السحرة أمر فيه من الخطورة ما فيه و كثير من هؤلاء يعني يصل بهم الأمر إلى الدعاء عن الغيب و التشويش على الناس في أفكارهم و التلبيس عليهم في أمورهم و هذا أمر في منتهى الخطورة لأن الغيب إنما هو لله وأما عما يكتبه سماحته و يجيز كتابته فما هي إلا آيات قرآنية و قد أجاز من أجاز من علمائك تعليق التمائم القرآنية و أباحوها و قالوا بها و هذا أمر معلوم يدركه كل من مارس العلم من أصاغر طلبته قبل أكابرهم و التمائم تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم نعلم أنها من القرآن و قسم نعلم أنها من عمل الكهان و قسم لا ندري ما يكتب مربعات و مدورات و ما أشفلات أما القسم الذي نعلم أنه من عمل الكهان في أن يقوم فيها أسماء جنب أو عفاريس أو ما أشفلاتك فلا شكا ما أحرم و قسم آخر لا ندري ما فهو أيضا سراء قسم ثالث نعلم أنه من القرآن أو من الحديث النبوية يأخذ الإنسان و يعلقه على صدره فهذا فيه خلال من العلم من يقول إذا كان من القرآن فلا بأس به لعموم يقول الله تبارك وتعالى ومنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وهذا عام و منه من يقول إنه لا يجوز لعموم النهي عن التمائم و لا شك أن الاعتياق أن لا يلبسه الإنسان لكن إذا لبسه فتأثيمه شاق على الإنسان يعني ما أستطيع أن أقول الحرام وأما المحقق الخليلي رضوان الله عليه فيكفي أن تعلم تنصيصه على عدم جواز التداوي بما حرمه الشرع وتشديده في ذلك و من ذلك قوله في بعض أجوبته كما في التمهيد المجلد السادس صفحة 69 و 300 و لم يجعل الله تعالى شفاء في الرقص واللعب والفسوق إلى أن قال فكيف يستباح ما لا يباح في دين المولى فلا يجوز ذلك لفاعله ولا للمعين ولا للدال عليه و قال في جواب آخر و ليس في دين ولا رأي المسلمين ما يبيح الرقص للزار في موضع الضرورة فضلا عن الاختيار ولكن في كتاب الله تعالى ما دل على منعه وأمر بقطعه لأنه في شمول المعنى أنواع من جنس الإعاذة بالجن والشياطين لاعتقاد النفع والضرر بهم وذلك باطل في الدين فلا يكن مسلم تم إيمانه وكم ليقينه وسلم له بفضل الله دينه داخلا تحت لواء من قال الله فيهم وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي فسادا في دينهم ونقصا في يقينهم لما في عقائدهم من الالتجاء إلى الجن خوفا من مفاسدهم ورجاء لذلك لدفع مضارهم وجلب منافعهم ومسارهم فزجرهم الله عن ذلك وذمهم هناك وكفى بربك هاديا ونصرا وفي مقدمة كتاب النواميس الرحمنية ما يدل دلالة واضحة بينة على أن الكتاب لم يوضع للسحر والشعوذة كما توهم هذا المعتوه فاسم الكتاب هو النواميس الرحمنية في تسهيل الطريق إلى العلوم النورانية وقد وضعه الشيخ لبيان الطرق التي تعين طالب العلم على الترقي في طلبه روحا وجسدا وقد قال في مقدمته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العليم بذاته المقدس عن حلول العلم المكتسب من تغاير معلوماته الظاهر في لطف خفائه والباطن في ظهور تجلياته عالم الغيب والشهادة لا يعزب عنه مثقال ذرة في أرضه ولا في سماواته السميع الذي يسمع دبيب الذر بجنب دوي البحر والرعد مزمجر بقواصف تسبيحاته البصير الذي لا تخفى عليه حبة خردل في ظلمات الأرض والليل متسربل بركام ظلماته النور الفاتح لأقفال القلوب بمفاتيح الغيوب فهي مشروحة بأنواره ومنورة بأذكاره وآياته المنعم على أهل التوحيد بكمال المعرفة والتفريد فأعتقهم بذلك من رق التعلق بمخلوقاته الحق المبين الهادي لأهل الدين إلى طرف ذكره وتحف مناجاته القريب لمن دعاه والمجيب لمن ناداه مبتهلا إليه بأسمائه الحسنى وكلماته الحكيم في فعله والخبير بمن يختصه لفضله فلاعتراض عليه في مصطفياته يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا من بواهر هباته فبالله عليكم أيقول هذا الكلام ساحر أم هل يتصور عاقل أن يكون هذا الكتاب مؤلفا لتعليم السحر والشعوذة غير أن الحمق داء ما له دواء وليت هذا الجهول لما لم يعلم ذلك المقول المنقول عرف قدره هنالك ولم يختلق إفكا ويدعي على الشيخ زورا بل ليته تأدب بأدب الإمام أحمد الذي يدعي زورا الانتساب إليه ففي كتاب المغن لابن قدامة ما نصه قال الأثرم سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل يزعم أنه يحل السحر فقال قد رخص فيه بعض الناس قيل لأبي عبد الله إنه يجعل الطنجير ماء ويغيب فيه ويعمل كذا فنفض يده كالمنكر وقال ما أدري ما هذا قيل له فترى أن يؤتى مثل هذا يحل السحر فقال ما أدري ما هذا أو ليته توقف توقف التابعي بن سيرين ففي المغن أيضا بعد النقل المتقدم عن أحمد ما نصه وروي عن محمد بن سيرين أنه سئل عن امرأة يعذبها السحرة فقال رجل أخط خطا عليها وأغرز السكين عند مجمع الخط وأقرأ القرآن فقال محمد ما أعلم بقراءة القرآن بأسا على حال ولا أدري ما الخط والسكين قال ابن جريد جهلت فعاديت العلوم وأهلها كذا كيعاد العلم من هو جاهله ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله فالطويل استسهل الدرب ورأى أن أيسر شيء أن ينسب ما جهن له من كلام المحقق الخليلي رحمه الله إلى السحر وأن ينسب المحقق إلى السحرة ويظن أنه بذلك قد أصاب المحز في قصه فلله ما أقبح الجهل الذي لو تصور ما وجد صورة أفضل منك وشخصا أنسب من شخصك وقد رأيت بعض المجسمة ينسب إباحة السحر والشعوذة إلى الإمام السالمي رحمه الله تعالى ورضي عنه وهؤلاء حمقى وعقلهم أقصر من ظفر القطى وقد دعوناهم كما دعونا شيخهم إلى تعلم المذهب من منابعه وأن لا يكتفوا بهذه القصاصات التي يسترقونها من هنا وهناك ولكنهم أبوا إلا نفورا ولتعلموا رأي الإمام السالمي رحمه الله بالسحر والطلاسم الشيطانية اصمعوا قوله في جوهره ثم الكتابة التي قد ذكرت لا أعرف الوجه بها لو شهرت حادثة في جمعنا المعهود وأصلها قد كان في اليهود والله قد أغنى العباد عنها بأدعيات يستجاب منها وحيثما قل اليقين في الوراء قاموا لزخرف لهم قد سطراء يرون الانفعال منه علما وهو لعمر الجهل مدرهما ومتعاط العلم بالمغيب فقم إليه مسرعا وكذبي وهو من الكهانة المعلومة وحالها بلن الوراء مذمومة كقوله في مدن في المضطر ضرره في البيت أو في القفر وهكذا من يصرع الإنسية ويدخل في جوفه جنية يخبره عن حادث يسأله عنه فذا في المنع أيضا مثله وهكذا من يدعي شيطانه وكل ما ذكرته كهانة